السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني عشر المصاري التكنولوجي مع مادة الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات الوحدة الثانية الشبكات المتقدمة الدرس الخامس الاتصال عبر الانترنت والتخزين واحد في الدرس المصور السابق قد درسنا هذه المجموعة من الأهداف والتي تتعلق بإضافة جهاز انترنت الأشياء تطبيق عملي واليوم وفي نهاية درسنا المصور هذا سنكون قد حققنا جميع هذه المجموعة من الأهداف والتي سوف نقرأها بعد لحظات في نهاية هذا الدرس ستكون عزيزي الطالب قادرا على أولاً أن يعرف الطالب اتصال الفويس اوفر اي بي عبر الانترنت كيف يعمل المعدات إيجابيات الاستخدام ثانياً أن يصنف الطالب أجهزة الفويس اوفر اي بي ثالثاً أن يكتشف الطالب كيفية توصيل جهاز الفويس اوفر اي بي بالشبكة والآن أعزائي الطلاب سوف أقوم بقراءة المصطلح باللغة الإنجليزية والمناظر إليه باللغة العربية بورتكول الصوت عبر الانترنت ترانسميشن كنترول بورتكول تي سي بي بورتكول التحكم في الإرسال تي سي بي Local Area Network LAN الشبكة المحلية WAN Wide Area Network Emulation محاكاة الشبكة الواسعة Dynamic Host Configuration Protocol DHCP بورتكول التهيئة الآلية للمضيفين الاتصال عبر الانترنت والتخزين واحد الاتصال عبر الانترنت Voice over IP يوفر بورتكول الصوت عبر الانترنت Voice over IP خدمة الاتصالات الهاتفية من خلال الشبكة فإذا كان لدينا اتصال انترنت عالي الجودة يكون بإمكاننا الحصول على خدمة الهاتف من خلال اتصال الانترنت بدلا من شركة الهاتف المحلية برامج الفويب Voice over IP هناك العديد من البرامج التي تسمح لنا في الوقت الحاضر بإجراء مكالمات عبر الانترنت من خلال تقنية Voice over IP شركات مثل فيبر وسكايب تزود مستخدميها بخدمات اتصال مجانية وخدمات مكالمات فيديو مجانية استخدام تطبيقات Voice over IP للأجهزة المحمولة مثل واتساب أو فيسبوك ميسنجر أو جوجل دو كيف يعمل الفويب خدمة الفويب Voice over IP هي عملية تحويل الصوت إلى حزم صغيرة من البيانات ومن سمى توجيه هذه الحزم الصغيرة إلى جهاز المستقبل من خلال الانترنت ما هي المعدات التي نحتاجها؟ عند استخدام الحاسوب أو جهاز حاسوب محمول فأنت بحاجة إلى مايكروفون مكبرات الصوت بطاقة الصوت اتصال بالانترنت تطبيق عميل مسبت على جهاز الخاص بك أو تطبيق قائم على الويب ما هي المعدات التي نحتاجها عند استخدام هاتف زكي؟ يمكنك إجراء المكالمات واستلامها من التطبيق هناك تطبيقات متاحة لكل من سوق الأندرويد والآي أو اس إيجابيات استخدام الفويب Voice over IP توفير التكاليف باستخدام الفويب تقوم بدفع فقط مقابل اتصالك بالإنترنت مميزات إضافية يوفر الفويب مجموعة كبيرة من المميزات مثل إعادة توجيه المكالمات والحظر والبريد الصوتي وغيرها التعاون يدعم الفويس أوفر IP الاتصال بين أطراف متعددة أكثر من طرفين ويتكامل بسهولة مع الأنظمة الأخرى ويساعد المستخدمين على التعاون من خلال الصوت أو الفيديو أو مؤتمرات الويب أو الرسائل الفورية عادة من واجهة مستخدم واحد سهولة الوصول للخدمة يمكن للمستخدمين إجراء الاتصالات بمرونة في أي وقت طالما كانوا متصلين بالإنترنت تصنيفات أجهزة الفويب Voice over IP أولاً هاتف الفويب المكتبي ثانياً هواتف الـ USB ثالثاً الهواتف اللاسلكية رابعاً هواتف الفيديو خامساً هواتف المؤتمرات سادساً الهواتف الرقمية أكمل العبارات التالية خدمات الفويب Voice over IP تعمل على تحويل إلى حزم صغيرة من البيانات أكاد أن أسمعك عزيزي الطالب فالإجابة الصحيحة هي الصوت أحسنتم حيث يتم تحويل الصوت إلى حزمة من البيانات عند المرسل ولا يتم فتح هذه الحزمة من البيانات إلا عند المستقبل وتطلق على هذه العملية كلمة encapsulate الهاتف الرقمي هو مسبت على الحاسوب المكتبي أو المحمول نعم أعزاء الطلاب فالإجابة الصحيحة هي تطبيق برمجي باستخدام الفويب تدفع فقط مقابل أحسنتم أعزاء الطلاب أكاد أن أسمعكم وأنتم تقولون الإجابة الصحيحة وهي اتصالك بالإنترنت فويب فويس أوفر آي بي يساعد المستخدمين على التعاون من خلال الصوت أو الفيديو أو مؤتمرات الويب أو عادة من واجهة مستخدم واحد الإجابة الصحيحة هي الرسائل الفورية إذا أردت إجراء المكالمات عبر تقنية الفويب فويس أوفر آي بي باستخدام الهاتف الزكي فأنك تحتاج إلى تحميل المناسب نعم أحسنتم التطبيق المناسب أولاً هواتف الفويب المكتبي هو هاتف خاص يتصل سلكياً أو لا سلكياً بالشبكة المحلية ويوفر جميع المميزات الأساسية التي قد تحتاجها مثل استخدام الهاتف التقليدي ثانياً مع تطبيق مثل سكايب سالساً الهواتف اللاسلكية هاتف الآي بي لاسلكي هو هاتف الفويب مدمج يسمح بحرية التنقل حول المكتب أو المنزل أثناء إجراء المكالمات رابعاً هواتف الفيديو هو هاتف آي بي مزود بمقدرة إضافية على التقاط الفيديو باستخدام كاميرا صغيرة متصلة أو ملحقة بالجهاز يعتبر هذا النوع بديلاً للاجتماعات وجهاً لوجه خامساً هواتف المؤتمرات تتميز هواتف الآي بي الخاصة بالمؤتمرات بنفس وظائف الهواتف التقليدية التماسلية ويتم استخدامها في الشركات والمؤسسات سادساً الهواتف الرقمية هو تطبيق برمجي مسبت على الحاسوب المكتبي أو المحمول أو جهازك اللوحي أو هاتفك الزكي يسمح هذا التطبيق بإجراء أو استقبال المكالمات الهاتفية من أي مكان يوجد فيه اتصال بالإنترنت ما هي المعدات الأساسية اللازمة لإجراء مكالمة صوتية باستخدام تقنيطها؟ أحسنتم أعزائي الطلاب أكاد أن أسمعكم وأنتم ترددون الإجابة الصحيحة عند استخدام الحاسوب أو جهاز الحاسوب المحمول فأنت بحاجة إلى أولا مايكروفون ثانيا مكبرات الصوت ثالثا بطاقة الصوت رابعا الاتصال بالإنترنت خامسا تطبيق عميل مسبت على جهازك الخاص أو تطبيق قائم على الويب عند استخدام هاتفك الزكي فأنت بحاجة إلى يمكنك إجراء المكالمات واستلامها من التطبيق حيث أن هناك تطبيقات متاحة لكل من سوق الأندرويد والآي أو اس وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس اليوم الاتصال عبر الإنترنت والتخزين واحد أرجو أن تكونوا قد استفدتم وفي الختام أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته